عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء في علم الهندسة الصناعية يقولون من أن العجلة هي أم الإختراعات وفعلا إذا نظرنا إلى واقع حياتنا اليومية أما إذا دققنا النظر في عالم الصناعة والتكنولوجيا فإن العجلة هي الرجل التي تتحرك بها الصناعة هذه قضية معروفة لذا يشيع في كل الثقافات في العالم على سبيل المثال يقولون من أن فلانا اخترع العجلة أو هل اخترع العجلة أو هل أعاد اختراع العجلة في كل ثقافة من ثقافات العالم تتردد مثل هذه الكلمات للمقاصد التي يقصدونها فالعجلة هي رجل الصناعة في حياتنا أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع إنما جئت به رأس خيط كي أذكر شيئا آخر المرايا المرآة في عالم العلوم العقلية عند العرفاء مثلا على اختلاف اتجاهاتهم وعند المتصوفة وعند الفلاسفة وعند المناطقة في كل أصناف العلوم العقلية والفكرية يقولون إن المرآة هي أفضل اختراع اختراعه الإنسان لأنهم ينتفعون منها في تقريب الأمثلة فمثلما في مختبرات الهندسة الصناعية العجلة لها أهمية كبيرة في مختبرات العلوم العقلية إذا كانت هناك مختبرات ومختبراتها في العقول قطعا فالمرايا والمرآة هي أهم اختراع ينتفع منه الفلاسفة وأرباب العلوم العقلية مثالا حسيا تقريبيا لتقريب أفكارهم ولذا فإنني سأستعين بهذا المثال رجائي أن تلتفتوا إلى هذا المثال وأن تدققوا معي بالنتيجة هو مثال حسي والأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة لكنني أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى الجهة التي أقصدها فحسب من هذا المثال فإنني لا أتحدث عن كل جهاته هذا الذي يقف أمام المرآة هذا الذي يقف أمامها صورته ستظهر في المرآة بالضبط كما هو حتى الإكسسوارات التي يستعملها في ثيابه وفي ملبسه ستكون واضحة وإن كانت صغيرة حتى الأزرار كل التفاصيل ستكون واضحة في الصورة الظاهرة في تلك المرآة إذن عندنا هنا ثلاثة أشياء عندنا الواقف أمام المرآة وعندنا المرآة وعندنا الصورة التي ظهرت في المرآة الصورة التي ظهرت في المرآة يمكنني أن أقول عنها من أنها الواقف أمام المرآة فأقول هذا فلان وأشير إلى الصورة التي ظهرت في المرآة ويمكنني أيضا أن أقول من أن هذا الذي ظهر في المرآة ما هو فلان هذه صورته مع أننا نرى كل التفاصيل حتى لو حرك يده فإن صورة في المرآة ستتحرك لو تقدم قليلا باتجاه المرآة فإن صورة ستتحرك أيضا لو تأخر إلى الخلف بعيدا عن المرآة فإن صورة ستتحرك بنفس حركته لو جلس فإن صورة ستكون جالسة أيضا وهكذا فهناك الواقف أمام المرآة وهناك المرآة وهناك الصورة في المرآة هذه الصورة يمكنني أن أقول من أنها هي الواقف هذا فلان وأيضا أقول عنها من أنها ليست فلان هذه صورته فالصورة في المرآة هي صاحب الصورة بوجه من الوجوه بحيثية من الحيثيات من هنا مر الكلام عندنا عن تعدد الحيثيات وعن حفظ هذه الحيثيات بحدودها عن تعدد المقامات وعن حفظ هذه المقامات بخصوصياتها فهذه الصورة في المرآة هي نفس هذا الذي يقف أمام المرآة بوجه من الوجوه بحيثية من الحيثيات وهي غيره بحيثية أخرى لكن علينا أن نلتفت أن الصورة التي في المرآة تتقوم بشيئين الشيء الأول هو صاحب الصورة فإن صاحب الصورة إذا ما ابتعد عن المرآة فليس هناك من صورة ظاهرة في المرآة والشيء الثاني المرآة أيضا فإن صاحب الصورة إذا لم يكن واقفا أمام المرآة كان واقفا أمام الجدار فإن الصورة لا تظهر على الجدار فإذا هذا الذي في المرآة يتقوم بوجود صاحب الصورة ويتقوم بوجود المرآة تكونت هنا حقيقة مركبة من صورة صاحب الصورة ومن المرآة نفسها لا فرق بينك وبينها إنها الصورة لا فرق بين صاحب الصورة والصورة التي ظهرت في المرآة إلا أنهم عبادك وخلقك هناك جهة افتقار فإن الصورة تفتقر إلى المرآة فاقة الصورة إلى المرآة فالأصل موجود ولكن ليس واقفا أمام مرآة فلا صورة لما وجدت المرآة وجدت الصورة الصورة من حيث من حيث تطابقها مع صاحبها فهي هو وصورة من حيث تقوم تقوم وجودها بالمرآة فإنها ليست هو لا فرق بينك وبينها يتجلى الله في الحقيقة المحمدية إلا أنها في مقام العبودية من هنا تكون حقيقة مركبة بهذا اللحاظ لا كتركيبي وتركيبكم لا كتركيبي الخلقيات التي ستصدر منها الخلقيات التي ستصدر منها عبر وسائط الأسماء الحسنة عبر الأسماء الحسنة الفاعلة مر علينا ذكر ثلاثمائة وستين أسما بحسب الحديث الذي قرأته عليكم من الكهف الشريف عن إمامنا الصادق الخلقيات التي تصدر عن هذه الوسائط تكون مركبة وشديدة التركيب أما الحقيقة المحمدية تكون بسيطة بالقياس إلى هذه الخلقيات المركبة لكنها مركبة بالقياس إلى الذي خلقها فهي مركبة من أنوار تجليه فيها ومن مقام عبوديتها وإن كانت العبودية سيعود كنه جوهرها إلى الربوبية مثل ما هو منقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العبودية جوهرة كنهها الربوبية صار واضحا لدينا صاحب الصورة والمرآة والصورة أعود إلى ما جاء في أحاديثهم وفي خطبهم وفي كلماتهم من أن الله منزه عن الأوصاف نأخذ هذا المثال للتقريب صاحب الصورة بالقياس إلى الصورة منزه عن الأوصاف بينما الصورة ليست منزهة عن الأوصاف لماذا لأننا نصفها بما تجلى فيها من صاحب الصورة فما جاء عنهم من أن الله منزه عن الأوصاف هذا الكلام يتجه بشكل مباشر إلى الله سبحانه وتعالى إلى الأول الذي لا أولية لأوليته وإلى الآخر الذي لا آخرية لآخريته إلى الذي كان ولم يكن معه شيء وليس هناك من خبر عن الحقيقة المحمدية فما جاء عنهم من تنزيه لله عن الأوصاف يتجه بشكل مباشر إلى ذلك المقام ويتجه أيضا إلى الحقيقة المحمدية في الجهة التي هي وجه التجلي مثل ما وصف إمامنا الصادق الاسم المخلوق من أننا لا نستطيع أن نشير إليه لا بلفظ ولا بصوت المقام هو المقام لا فرق بينك وبينها من هذه الجهة يمكننا أن نصف الحقيقة المحمدية من أنها منزهة عن الأوصاف ولكن ليس باتجاه مباشر لأنها صورة أعيد أعيد الكلام كي يكون واضحا ما جاء من نصوص في أن الله منزه عن الأوصاف بشكل مباشر وباتجاه مباشر يوجه إلى الذات الأولى التي كانت ولم يكن معها شيء وبشكل غير مباشر يوجه إلى الحقيقة المحمدية في الجهة التي يشير إليها صاحب الأمر في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها في هذه الجهة أما ما جاء من روايات وأحاديث تخبرنا من أن صفات الله عين ذاته بشكل مباشر تتوجه إلى الحقيقة المحمدية لأن الروايات هذه تحدثنا بشكل واضح عن الأفاعيل عن المفعولات عن المعلومات عن المسموعات عن المبصرات وعن المقدورات تحدثنا عن هذه العناوين وأمثالها وهذه لم تصدر بشكل مباشر عن الذات الأولى الذي صدر بشكل مباشر عن الذات الأولى الحقيقة المحمدية وحينما أقول صدرت بشكل مباشر أنه أراد أن توجد فحينما خلقها خلقها بنفسها ليس بمباشرة من ذاته سبحانه وتعالى حينما خلقها خلقها بنفسها سائر الأفاعيل صدرت عن منابع الأسماء الحسنة التي أشرقت من مجمع الأسماء الحسنة إنها الحقيقة المحمدية ولذا فإن المعلومات المسموعات المبصرات المقدورات وأمثال هذه العناوين من التعابير التي وردت في الروايات صدرت من منابع الأفاعيل التي هي الأسماء الحسنة من مشارق الحقيقة المحمدية وهذا المعنى واضح جدا في رواياتهم لا شأن لي بمراجع النجاث يضعفون هذه الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال لا شأن لي بعرفاء الشيعة ومن يتذوق ذوق الصوفية والفلسفة بالنسبة بالنسبة أقول لهم اذهبوا أنتم وما عندكم إلى الجحيم لا شأن لي بكم أنا أحدثكم من صميمي ومن عميقي ما جاء في خطبهم ورواياتهم وأحاديثهم وما جاء من تفسيرهم لقرآنهم وما جاء في زياراتهم وأدعيتهم بشرط أن يكون الفهم وفقا لمعاريض قولهم ووفقا لقواعد اللحن في كلامهم وحديثهم هذا هو الذي أتحدث عن فما جاء في الروايات من حديث عن أن صفاته عين ذاته هذا المعنى يذهب بشكل مباشر إلى الحقيقة المحمدية هل يمكن أن نوجهه إلى الذات الأولى بشكل غير مباشر عبر وجهها حينما نصفه بما تجلى من نوره في مخلوقه الأول فتارة نتحدث عن الله الأول القديم بشكل مباشر فإنما جاء عنهم من نفي الصفات يتوجه إليه هل يمكن أن يتوجه إلى الحقيقة المحمدية يمكن ولكن بشكل غير مباشر وما جاء من الأحاديث من أن صفاته عين ذاته يتوجه بشكل مباشر إلى الحقيقة المحمدية التي هي مجمع أسمائه وصفاته وهي المرآة والصورة في الوقت نفسه يتوجه إلى الذات بشكل مباشر لا يمكن أن يتوجه إلى الذات الأولى بشكل مباشر وإنما نصفه بهذا الوصف عبر الصادر الأول عبر الحقيقة المحمدية وهذه المعاني لا تكتمل إلا أن تنتظم منظومة عقيدتنا التوحيدية في أركانها الأربعة تذكروا مثال المرآة والواقف أمامها وصورته في المرآة فالواقف هو الآصل وما في المرآة الصورة والمرآة هي جهة العجز والإفتقار والفاقة في الصورة التي حدثتكم عنها لا فرق بينك وبينها إنها الصورة بما هي هي فلا فرق فيما بين صورتي وبين الذي يتجلى من صاحب الصورة الصورة ما هي بذات صاحب الصورة وإنما هو تجلي وقف أمام المرآة فتجلت صورته في المرآة أراد الله سبحانه وتعالى فتجلت الحقيقة المحمدية في نفس إرادته ولذا فإن الإرادة صفة حادثة خلق المشيئة بنفسها من هنا قلت لكم من أن الصورة والمرآة تمثلان الحقيقة المحمدية فهناك الأصل صاحب الصورة وهناك حقيقة واحدة ركبت من المرآة ومن الصورة التي ظهرت فيها المرآة هي الإرادة والمشيئة الحقيقة المحمدية لم تأتي منفصلة عن المشيئة بل إن المشيئة هي الحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية هي المشيئة من هنا خلقها بنفسها تذكروا ماذا جاء في المثل القرآني يكاد زيتها يضي في مثل المشكات والمصباح والكوكب الدري والشجرة الزيتون يكاد زيتها يضي المضامين هي هي لكن التعابير تأتي بإسلوب الإشارة تارة وبإسلوب التلويح تارة ثانية وبإسلوب التلميح تارة ثالثة وهكذا لماذا لسعة وعظمة تلك الحقائق ولضيق اللغة وقصور ألفاظها وتعابيرها وأساليب بيانها ترجمة نانسي قنقر